التقى الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بوفد من اعضاء الكونجرس الامريكي برئاسة النائب دانا رار باكر رئيس اللجنة الفرعية لشؤون اوروبا والتهديدات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكي تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على الارهاب كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الامريكية واكد الفريق اول صدقي صبحي اعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات مشيرا الى اهمية توحيد الجهود الدولية من اجل القضاء على قوى التطرف والارهاب والتصدي لمخاطره وتهديداته الممتدة على الصعيدين الاقليمي والدولي من جانبهم اعرب وفد الكونجرس عن تقديرهم للجهود المصرية الرامية لتحقيق التوازن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط مؤكدين دعم بلادهم للاجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري والمضي قدما نحو استعادة الامن والاستقرار والتنمية على نحو يلبي طموحات الشعب المصري وتطلعاته نحو المستقبل حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة